باب الويب نحكي لكم ديما في الويب على الويب اما المرة هذي بيش نحكي لكم على حاجة ريتها على الويب مزيانة بانينا حويجة تونسية تعمل ستة وستين كيف بما انه الصفحة الرسمية متاع دار النشر التونسية بوبلي بريس اللي هي فيها شباب يعمل الكيف كما عطفعتها سامي مقدم وسهيل شيرني الناس قاعدين يفكروا ويخموا ويحاولوا ويقترحوا حاجة مهيش موجودة في الادب التونسي وفي الكتابة التونسية بصيفة عامة هذيك عليش عملوا انيسياتيف مزيانة برشة بخليف الروايات اللي خرجوهم المرة هذي قروا انهم يركزوا على رواية ولا قصة قصة فلسفية نجمو نقول القصة هذي هي الامير الصغير ولا الو بوتي بخانس هذي اكثر كتاب انت شرف العالم متاع الطيارجي والكاتب الفرنساوي سايد اللي كان يسوق الطيارات القصة الفلسفية اللي كي تقراها وانتي صغير مش كما تقراها وانتي كبير لانها تخت تصلح للكبار والصغر القصة هذية ابنينا برشة ومزيانة برشة تحكي على امير صغرون عنده افنتور حلوة برشة مع الطيارجي هذيه لكن زيلا بشي قابل احنش وبشي قابل سعلب وبرشة حكاية حلوة برشة اكيد اللي قاعدين تسمعوا فيها توا ذكرتوا القصة متاع لكن القصة الفلسفية هذيه دار النشر عملت ترجمة هذي تقولي بالعربية للدرجمة هذيه بالدرجة التونسية شكون ترجم ذياء البوسالمي زميلنا في اكس برشة هو مغروم برشة بالترجمة وترجم بالدرجة التونسية وسماوه الامير الصغرون هذيك عليش الكتاب هذيه بش تلقاه الكوفيختور متاعه موجودة على دار النشر موجودة في الصفحة الرسمية على الفيسبوك وعلى الانستغرام من تصميم ليلة البناني نحييوها برشة معناها مزيانة برشة الكوفيختور وانا بش نقرالكم بارتي صغرونة هكاية من الكتاب هذيه بش تعرفوا شنه هو الجو متاع الدرجة التونسية اللي هي بنينة خاطر تنجم انتي تشيي الكتاب هذيه وتحكيه لصغيرك لبنتك ولا لولدك الخاطر فيه معاني فلسفية قوية برشة نبديو بهالشابيتر الثاني هذيه شي يقول فيه هي صفحة قصيرة هكاية خلينا نقرأها لكم عشت وحدي ما معايا حد نحكي معه بالحق حتى لين ستة سنين التالي في الصحرة تهلكتلي الطيارة حاجة تكسرت في الموتور ورغم إلي لحكاية صعيبة كنت محظر روحي باش نصلحوا وحدي خاطر لمعايا لصلاح لركاب كانت بالنسبة لي أحكاية متاع حيات ولا موت الماء اللي عندي يشدني بالصيف ثمانية ايام ارقدت الليلة اللولانية على الرمل بعيد أميال على أي بلاسة مسكونة كنت معزول أكثر من واحد مانعم الغرقة فوق عوامة مطيشة في وسط البحر وهذاك علاش تنجموا تتصوروا الفجعة اللي كليتها كيف يقني صوت غريب في الفجر يقول أمان صور لي علوش أه صور لي علوش اتنطرت جيت واقف كاينو ضربني الذو حكيت عينيها بالكده ثبتت مليح شفت وليد صغير ياسر مزيين يغزولي ويبحلق في عينيه وهذي أحسن تصويرها نجمت نصور هيلو بعد مدة محلها الحكاية متاع البتي بخانس هذي بسهاج صغرون بركة من الكتاب الجديد الأمير الصغرون دار بوبل بريس للنشر أنتوان دو سانت اكزيو بيغي والترجمة بالدرجة التونسية للتونسي ذي بوسيلمي حاجة حلوة برشا الكتابة ذي يا براو شريوه تحكيه لصغيرك في الليل قبل ما يرقد ونجم يكون في دور الثقافة نجم يكون زيدا في رياض الأطفال نجم يكون في البريمير زيدا قصة بنينا برشا ويزيدوا يفهموها أكثر بالدرجة التونسية على خاطر فيها معاني عميقة حابيت نحكي لكم على النشر الجديد هذي اللي موجود على الويب ودخلوا على الصفحة الرسمية متاع بوب لبريس على انستغرام ولا على فيسبوك وشوفوا الكتاب هذي وكان اللي حافته أنا حاولت بيش ننقل لكم الصورة والدرجة التونسية راهي مايهاش سهلة أصعب ما العربية حتى النطق متاحها مش سهلة لكن الحاجة المزيانة اللي بوب لبريس كتبوه بالدرجة وشكلوه بيش نجم تنطقوا مليح وتعرف تعدي المعاني متاع الكلمات الكل هذه بيب الويب بيب الويب